اشتركوا في القناة يبدو انه السيد وزير التربية ما عند اعلن به وكذلك المفتش العام لوزاة التربية السيد وزير التربية المحترم السيد المفتش العام لوزاة التربية المحترم هناك لجان تقوم بزيارة للمدارس خاصة انه هذا الموضوع جان من المدارس باليوسفية وتقوم بحرق الكتب المستلمة من الطلب طبعا بداية ادارة المدارس لتقولهم للجنة هاي الكتب نقدر نستفاد من عدها ننطيها للطلاب هاي الكتب ممكن استخدامه واحنا نعرف انه الطالب من يسلم الكتاب بطريقة انه الكتاب ممزق تقوم الادارة المدرسة بتخريم الطالب سعر الكتاب الممزق اما انه سلمه سلم الطالب الكتاب بصرع جيدة ممكن نستفاده من عنده عمليات حرقة هي هدر للمال العام وهي فساد اداري جديد من وراء الغاية من عنده انه نطبع الوزارة المناهج من جدا وجديد ويستفيدون الجماعة من عمليات الطبع سيد وزير التربية هاي اللي جان اعتقد ان تفترموا بس على مدارس اليوسفين على مدارس كثيرة هاي اللي جان قاعد تهدر بالمال العام تقوم بعملية حرق الكتب وهذا مؤجراء غير صحيح غير صحيح خاصة انه احنا احنا اكو مدارس تعاني من نقص في المناهج لو جماعة ما عرف شون الغاية عندهم نرجو الانتباه الى هذه الحالة نسخة منه الى الدائرة الاعلامية لوزارة التربية الموازنة العراقية اللي من المؤمن ان تناقش وتقر يوم سبعة واحد هاي الموازنة ومن مدة يعني من 2003 صعودا ولحد الان تأتمد في مواردها على النفط فقط ما نصدره من النفط ويدخل بالميزانية ويدخل ضمن الموازنة هذا الموضوع بحد ذاته انا كمراقب للعملية كاعلامي الاحظ انه خطأ كبير الاعتماد على مصدر واحد في الموازنة الاعتماد على مصدر واحد في الموازنة معناها انه اذا النفط صعد او نزل هيصير خلل في ميزانية الدولة فهذا الخلل شلو ننعالجه اولا ننعالجه بالزراعة الزراعة نفط دائم احنا من نفعل وزارة الزراعة تفعيل صحيح وندعم الفلاح وندعم المنتوج الزراعي المحلي وايضا ندعم الثروة الحيوانية هذا كله يخلينا ما نستورد مادة للبطاقة التموينية ما نستورد مادة للبطاقة التموينية او نستورد البعض منه احنا في حلقة سابقة قلنا العراق يملك مزارع الشاي في فيتنام هذا الشاي اللي مزارعنا العراقية في فيتنام كان يجينا من مزارعنا مزارع العراق في فيتنام ما هدري وزارة التجارة غافلة على هالموضوع اسم لوقت الحاضرة ام ما هدري شو على العمم هي مزارع عراقية مزارع تعود للدولة العراقية هذا كان يجينا من الشاي ذاك النظام يوزع ضمن الحصة التموينية هل سماكم هاي رقم واحد رقم اثنين كانت معاملنا معامل الزيوت النباتية تعمل تأخذ صرف من وزارة المالية وتجيب المواد الأولية المواد الأولية أيضا موجودة بالزراع وتشتغل ومواد الزيوت النباتية معامل الزيوت النباتية العراقية من أفضل الزيوت في المنطقة فكانت تنتجنا الدهن والزيت والصابون والتايت اضغطي السوق المحلية اضغطي أيضا البطاقة التموينية مادة الزيوت والصابون اللي انقطع للحصة هاي رقم اثنين رقم اثنين وزارة الصناعة نفس معاملها مزدودة من الممكن ان نفعل معاملها نعيد هل الانتاج وندعم المنتوج العراقي اذا دعمنا المنتوج العراقي دعمنا المنتوج العراقي بفرض الضرائب على المنتوج الأجنبي وننزل المنتوج العراقي كبديل وكبديل جيد ماذا بيها كان صناعتنا من الأجهزة ثلاجات والغسالات والمطارات والمي والواتر بمبات حتى المعطور مع المبارد مش بيه انتاج انتاج ممتاز جدا احنا اذا فعلنا صناعتنا العراقية العملية رقم واحد هيكون هناك جيش من العاملين يعودون للعمل طبعا ايضا عندنا صناعات جلدية جلود ترجع تنتج هي كانت تسوق تسوق تفوت النوارد موظفين البيهة اللي هم رواتب فالصناعة اذا فعلنا معاملها والزراعة اذا فعلنا انتاجها وردينا انتاجها بالتجاه التصنيع فاحنا راح نستغني عن كثير من الامو بالميزانية تستورد ضمن البطاقة التموينية ومن ثم نشيل عن كاهل الميزانية هذا العبع ونشغل العراقيين مكام يكونون عاطلين فيا اخوان انا موجل اقتصاد ولا افهم بالسياسة الاقتصادية لكن دا اتحدث بالاشياء اللي اذا شوفها صح من الممكن في مجلس الوزارات ناقشون هذا الموضوع ناقشون حتى في المجلس النوار اعادة تفعيل الصناعة والزراعة العراقية هذا افضل افضل وتكون ايضا مساندة للنفط ادنا موضوع ايضا الربط بالموضوع السابق موضوع الموارد للعراق اللي هي السياحة السياحة وخاصة السياحة الدينية هاي السياحة الدينية والسياحة بحد ذات ممكن اندخلنا وارد دخل وارد للبلد ما بيهاشي اذا افض على كل ساحة بالسياحة بالزياحات الدينية افض عليها فت مبلغ عشرة وعشرين دولار مو تشبير المبلغ مو تشبير المبلغ بالعكس هذا مبلغ كلش بسيط غزاء السياحة الدينية فإحنا اذا نباوع اذا اكو فد مليون زار على عشر دولارات هاي عشر مليون دولار هذا مبلغ مبلغ ينضاف الى ميزانية السياحة وبنفس الوقت اقدر استثمر عن طريق السياحة استثمر الاراضي اجيب مستثمرين ايضا يقيمون مشاريع اعمارية واسكانية للسياحة وشغل بها الاراقيين ايضا وفرت فرص عمل هذا الموضوع والموضوع السابق كله تمتبط بعمليات الموازنة فما نبقى نعتمد على تصدير النفط فقط وكثروة ممكن ان ان تتفعل وكناس ممكن ان تشتغل عدنا موضوع ايضا في وزارة العدل السيد وزير العدل المحترم السيد رئيس مجلس القضاء المحترم اكو لا تزال ملفات عالقة في سجون وزارة العدل وفي قضايا وزارة العدل اقول لي الى الان وناس لم يحاكموا موقوفين على تهم ما حد يعرف شنه يرجى الاسراع بحل كافة متعلقات وملفات المعتقلين واخراج الابرياء ومحاكمة المتهمين او المجرمين ما معقولة مجرم يسوي هاي القضية وبعد عايش وبصفاك واحد بريء هم منه نايمويا يا اخوان هاي استرساحة لتعليم البريء الاجرام هذا مجرم نايمويا شخص بريء ما تصور وهو يشوف نفسه بغي ما تصور ما يقصر دماغه ما يطلع المجرم شنو احده مكانات الاسراح له لاخراج الارهابيين والقتله احنا نريد نقضي على دولة نجي ندميهم وما يصير وهذا موقعش حاشي مجرم حيلا عدم حيلا حكما متهل بغياء طلعه طلعه لانه انت بغياء بغياء هذولا هتولد من عنده مجرم تولد من عنده شخص حاقد على الدولة هذا مصحيح مصحيح وما يصير شكرا لكم مشاهدين الكرام واتمنى ان تخيكم بعد شاية اخرى وهمتق بطاك اشتركوا في القناة